الحوثين هم جزء من المقاومة الإسلامية محور المقاومة الإسلامية في العراق وجزء مهم من حزب الله اللبناني حزب الله العراقي حركتهم وجباء ثم أنصار الله الحوثين فأنت لا تتوقع أنه الموضوع سيختصر فقط على باب المندب لا أبدا أنا متأكد يعني ربما يعني كتحليل ربما اليوم تتحرك المقاومة العراقية ربما تتحرك الحزب الله في لبنان ربما يقوم بقصف شمال إسرائيل اليوم أكيد سيكون هناك تضامن مع أنصار الله الحوثين في هذا الموضوع لكن إذا تكلمنا تعبويا عن موضوع اليمن أولا يعني هاي الفرقاطات اللي تأتي من أواخر العالم إلى هنا أسلوبها لديها وسائل حماية يعني أنت تخيل المركابة الدبابة أو التي تسعين الروسية والمركابة الإسرائيلية بها أجزة استشعار تحميها تحميها من القاذفات ومن صواريخ المضادة الدبابات فإنت تخيل هاي فرقاطة فرقاطة بيها مدافع وحتى بيها صواريخ بالستية وربما تحمل صواريخ نووية فلذلك هذه تتوقع أنهما ما يضعون عليها حماية لا يضعون عليها حماية ووسائل الكشف رادارية من مدايات بعيدة أشوف رح أقول لك شيئاً واحداً إحنا دخلنا حروب ويا أمريكا لكن يا بيش كانت تتغلب علينا هم إذا دخلوا بتماسويانة يعني إذا دخلوا بحرب مدن ويا اليمنين خسرانين خسرانين تماماً يعني تصيبهم خسائر كبيرة لكن هم لديهم الرادارات اللي تكشف اللي تكشف مديات 7 كيلو على الأرض أو ربما 14 كيلو مع طائرات الأباتشي يعني المدى يعني البرامس تكشف 7 كيلو أمامها فأنت تتخيل يعني الهدف عندما يصل يكشف من مسافة 14 كيلو أو 15 كيلو متر يستطيعون إسقاطه إحنا ليش نتكلم عن الحروب التكنولوجية الحديثة لماذا بعض الأحيان نحزن أنه نقول يجب أن تجهز جيش عراقي بأحدث التقنيات التكنولوجية في هذا الموضوع فمن اللي راح يكون الطرف الخاسر راح يكون الطرف اللي ما يمثلك مضادات أرضية تحمي يعني مضادات جوية أقصد سواء على مستوى الصواريخ أو مستويات أخرى على شكل منظومات تحمي من الصواريخ الباليستية ومن المسيارات أنا اليوم إذا ما عندي حماية من هذا الموضوع لا راح يصيبني الأدى المعنويات اللي يتكلم عن المعنويات كلنا ضد إسرائيل وضد التحرشات وضد القصف لكن المعنويات في مثل هذه الحروب للأزف لا تخدم كثيرا اليوم أنا أشغل عقلي أشغل مخي كيف أواجه مثل هذه القوة المميتة أنا أعتبرها هذه القوة المميتة اليوم أنت من تقصفك من يصير قصف عليك من أماكن أصلا أنت ما تعرفها من أماكن تبعد أربعين كيلومتر أو خمسين كيلومتر مثل ما سووا يا بغداد بغداد قصفوها من فوق مدينة الصواريخ أو هذه كانت تقصف بغداد فيذلك أنت ما تعرف من أين تأتي الصواريخ هذه مشكلة والمشكلة الأكبر القناعات تختلف يا أستاذ سرمد وأنت تعلم هذا التطور بتقديرك كيف سيتداعى على جبهات أخرى شرته في سياق الحديث إلى بحور المقاومة ويستمل أيضا على حركات داخل العراق لم تتردد واشنطن بشن 73 غارة على صنعاء والحديدة ومناطق أخرى ماذا لو طالت مصالحهم هذه المرة بشكل أكبر في العراق هل من الممكن أن يكون هناك سيناريو مشابه في العراق الأمريكان يأخذون بعض الأحيان نوع العلاقات الطيبة بين الحكومات السياسية ولكن أنا قلتها لك أدت مرات من هذه الشاشة عندما يصابون بأذى يعني ينجرح عدتهم واحد يقتل واحد لا ما رح يعيرون للعلاقات السياسية هم شيء اللي ينجرح عدتهم قانون قانون يفرض على بايدن حماية الأفراد الأمريكان عرفت له قانون شوف هم من ردوا آخر مرة من ردوا وقصفوا يعني بالعراق كان بقرار من بايدن ذكر بصورة واضحة أطلعنا الرئيس بايدن قلنا له هناك ثلاث جرحة أحدهم مصاب إصابة خطيرة فأنت مطالب بحماية الأفراد الأمريكيين ضمن القانون كذا وكذا ففورا طاهم الضوء الأخضر في هذا الموضوع يعني هم عدتهم في البروغندا معينة يعني أنا أقول يعني ربما اقترحت يعني في أحد الأماكن قلت ما رح يستطيعون يوقعون بهم الأذى إلا من خلال الزوارق السريعة ربما الزوارق السريعة وبكميات كبيرة مثلا يتجه خمسين زورق سريع الأدوات الدفاعية ربما يعني خلي نقول تستطيع ضرب عشرة أو عشرين أو ثلاثين لكن حتما سينفذ من هذا الجدار الناري عدة زوارق ممكن أن تكون محملة بالديناميت والمتفجرات ممكن أن تصيب هذه الفرقاطات يعني طرق قتال يجب أن تقاتلهم بأساليب مبتكرة لكن هما يعني تعرف يعني إذا شوفوا القصف على الشاشة مالتكم عندهم أهداف وأقمار صناعية